تعالوا نمسك الطبق اللي احنا شفناه الجميل ده ونفسره علمياً الطبق كان فيه قطعة من اللحم يعني بروتين وكان فيه قطعة من الفراخ محمرة يعني دهن وكان فيه رز يعني نشويات طيب نمسك واحدة واحدة اول حاجة قطمنا السنان السنان ربنا ما خلقاش لي عظم خلقها من مواد معينة انامل بدرجات معينة وفيها احساس ليه فيها احساس؟ ما هي بتكسر كل حاجة وخلاص لأ فيها احساس عشان وانت بتمضغ لو لقيت حاجة نشفة سنتك تحس بيها تضي اشارة للمخ توقف على طول عملية المضغ وتبدأ تطلع الحاجة دي حتى لو كانت حاجة زايرة جدا قد الرزاية وتطلعها من بقك سبحان الله بعد ما حصل مضغ اللسان ايه اللسان؟ اللسان بيبدأ يحرك الاكل الجوة لو تصوروا ان اللسان مش منجود الاكل مش هيتم خلطه جوة الفم ومش بس كده ما فيش حد فينا يقدر يبلع بدون لسانه لان اللسان هو اللي بيجيب اللقمة بعد ما تطمضغ ويرميها ورا في الفارنكس في البلعوم عشان يبدأ ينزل المريء طيب وهو جوة الفم ايه اللي بيحصل؟ لو انا كالت حاجة فيها بروتين وفيها نشويات وفيها دهن هيتم اول مرحلة لهضم البروتين متأسف لهضم النشويات والدهن في الفم لانه مواد صلبة صعبة التكسير يعني ايه؟ يعني عندنا غدد لعبية موجودة اتنين فوق اللسان واتنين تحت اللسان يبدأوا يفرزوا الصلايفة اللعاب اللعاب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اول حاجة مادة اسمها الامايلاز ايه الامايلاز؟ هي مادة بتحول البروتين اللي هو نقول علميا النشويات اللي هو نقول علميا البولي بيبتايد اللي ضاي بيبتايد لي مونو بيبتايد لحد ما توصله وتخليه جزيء واحد بس ايه بيتفرس تاني من اللسان؟ بيتفرس كمان من اللسان الميوكس والكاربوهايدريت من اللعاب طيب نمسك واحدة واحدة اول حاجة يبنى كلت النشويات تتم النشويات عن طريق الفم ان يفرز المواد يبدأ الاختلاط زي ما احنا شايفين في الفيديو نبدأ بناكل ويبدأ المضغ ويبدأ اختلاط اللعاب باللسان ثم يبدأ تتحول هذه المواد الى مواد اقل صلابة ثم يبدأ اللسان يوطلحها ل البلعوم ثم تنزل اشتركوا في القناة